نسبة النجاح السنة دي عالية جدا منذ الصباح عندما ظهرت النتائج وده طبعا كان في مؤتمر صخفي لدكتور دحجازي وزير التربية والتعليم ويمكن شفنا خلال المؤتمر الصخفي كرم أوائل السنوية العامة وأكد أنه كمان هيكون فيه احتفال آخر خاص بكل الطلبة عدد أوائل السنوية العامة هذا العام 36 طالب تقريبا متوزعين على أكتر من محافظة لكن محافظة القاهرة بتكتسح قائمة أوائل السنوية العامة بتسع طلاب نسبة النجاح في السنوية العامة 78.8% وده أعلى كمان من السنتين اللي فاتوا ويمكن للعام التاني على التوالي السنوية العامة بدون 100% احنا شفنا فيه سنوات كتير عدد كان بنلاقي فيه عدد كبير من الطلبة اللي مجموعهم بيبقى 100% كنا بنلاقي أكتر من طالب لدرجة أنه ساعات بيبقى الأوائل الأول والتاني والمكرر بيبقى كله 101% 101% لكن السنوية دي للعام التاني على التوالي ما شفناش أي طلبة حصلوا على نسبة 100% وده الشيء المنطقي طبعا دي صور النهاردة للتكريم اللي حصل في المؤتمر الصخفي لأوائل السنوية العامة دكتور ريدا حجازي وزير التابع والتعليم كرمهم والتقى بيوم ويمكن من بارح بالليل كان نزل على صفحيته الشخصية إن هو تواصل معاهم هاتفيا ألف مبروك للأوائل ألف مبروك لكل الناجحين في السنوية العامة السنوية العامة ما هيش النهاية زي ما بعض الناس بتعتقد بالعكس بنتدي حياة جديدة الجامعة دنيا مختلفة الواحد بيفكر فيه المستقبل وأعتقد إنه السنة دي أو على مدار الكام سنة اللي فاتت بدأنا شوية نشوف فكرة إنه الواحد لازم يتجه في الدراسة للشيء اللي بيحبه للشيء اللي بيحتاجه سوء العمل اشتركوا في القناة